أعلن المعهد الوطني للأحصاء في فرنسا طباط ارتفاع التدخم في ديسمبر إلى 5.9% خلال عام واحد مقابل 6.2% في نوفمبر وعلى مدار العام استمر تدخم مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة التي قفزت بأكثر من 15% وارتفاع أسعار المنتجات الغدائية بشكل حاد للغاية بأكثر من 12% وكان المعهد الوطني للأحصاء قد حذر الشهر الماضي بأن مؤشر أسعار المستهلك من المتوقع أن يبلغ دروته عند 7% في عام 2023 قبل أن ينخفض بشكل أكثر استدامة بدءا من مارس قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي أن من المتوقع أن يبلغ معدل التدخم 11% في المتوسط في عام 2023 ارتفاعا من 8.3% في 2022 وضف عباسي أن الوضع سيكون صعبا ما لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ترجمة نانسي قنقر